موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسلام بكم مشاهدين الكرام إلى حلقة جديدة من برنامجكم اليومي وعينت مشاهدين الكرام الكثير من التغريدات وأيضا المنشورات التي نعرضها اليوم لحضراتكم تحدثت حول موضوع التقرير الأخير الذي صدر من خبراء الأمم المتحدة والذين أوضحوا فيه جرائم ميليشيا الخوطي وحملوهم مسؤولية ما يحدث في البلاد في بلادنا من خراب ودمار ومن حروب ومن انتهاكات ترقى إلى جرائم بحقه الإنسانية طبعا كان قد انطلق يوم أمس هاشتاغ على مواقع التواصل الاجتماعي وخصوصا موقع تويتر الأمم المتحدة تفضح الحوثي والعديد من الناشطين أوضحوا في تغريداتهم في العديد من التغريدات وأيضا ردود على تغريدات أخرى حجم انتهاكات ميليشيا الخوثي بحق اليمنيين وأيضا فصلوا العديد من الجرائم وأوضحوها في تغريدات مقتضبة منها جرائم من قصف وأيضا من استهداف وقنص وأيضا من تفخيخ للأراضي بمختلف وأحجام وأصناف الألغام التي أعادت تصنيعها ميليشيا الحوثي عبر خبراء إيرانيين ولبنانيين جرائم متعددة منها أيضا الاعتقال التعصفي للمواطنين والناشطين والإعلاميين واليوم واستكمالا لهذا الهاشتاغ مشاهدين الكرام وآراء العديد من الإعلاميين والناشطين حوله سنتابع تغريدات الكثير من الذين تحدثوا بشكل أوسع ربما وكشفوا جرائم ميليشيا الحوثي وبشكل أكبر أيضا وجهوا العديد من الرسائل للأمم المتحدة أن جرائم ميليشيا الحوثي لا نكتفي فقط بكشفها وإنما ينبغي معاقبة هذه الميليشيا واتخاذ الخطوات اللازمة لكف أذاها عن الشعب اليمني هذه المطالب كانت للأمم المتحدة لأيضا المجلس القيادة الرئاسي لكل من له قوة أو يد لردع هذه الجماعة الخوثية اللا يرعوي وينتهي عن إيقافها وعن إنهاء معاناة الشعب اليمني بشكل عام إذن سنتابع الكثير مشاهدين ومشاهداتنا الأعزاء لكن بعد فاصل قصير تكرما ابقوا معنا مرحبا بكم مشاهدين الكرام من جديد إذن سنبدأ بأول تغريدة لنا في هذه الحلقة لأصيل السقلدي حيث قال لا فائدة من فضح الحوثي أو كشف جرائمه دون أن يتم فرض عقوبات رادعة ودعم محاربته ضمن إطار مكافحة الإرهاب لحماية الناس وحقوقهم من ممارساته الإرخارية أيضا رشاد الصوفي غرد وقال حول الحوثيين منشآت مدنية إلى ثقنات عسكرية احتجزوا داخلها المئات من الأبريال يكونوا أهدافا ومن ثم يتاجر الحوثيين بدمائهم ليحصلوا على التعاطف بالفعل مشاهدين الكرام كل مناوئ وكل معارض وأيضا الإعلاميين والناشطين والسياسيين تأخذهم جماعة الحوثي وتحتجزهم في أماكن مفتوحة ومعروفة لدى التحالف العربي بأنها أماكن لتجمع الحوثيين يأتي الطيران ويقصف ذلك المكان الجماعة الحوثية سرعا ما تستغل هذه الورقة هي وضعتهم أصلا في ذلك المكان لقصفهم لقتلهم بكل تعمد فهنا اكتملت الجريمة وهنا أيضا تحاول أن تستغل الجماعة الحوثية من دمائهم عبر وسائل إعلامها وحدثت الكثير من القصص استشهد الكثير من الأعلاميين الكثير أيضا من الناشطين الكثير أيضا من المواطنين الذين وضعوا في أماكن غير قانونية احتجزتهم الجماعة الحوثية ويأتي الطيران ويعمل على قصف تلك الأماكن وتظهر الجماعة الحوثية وعلى أنها المظلومة وعلى أنها المدافعة عن الشعب اليمني وعن دمائه أيضا مشاهدنا الكرام همدان العلي تحدث حول التقرير الأخير لفريق الخبراء وقال أغلب التقارير الأممية تؤكد حقيقة واضحة مفادها أن الحوثي أن الخوثي يفرضون جبايات مضاعفة ومستمرة على المواطنين والتجار وما يحقق لهم إيرادات كبيرة جدا مع ذلك يرفضون تسليم المرتبات للمواطنين ويسرقون الأموال إذا المشاهدين الكرام كل تغريدة من التغريدات للناشطين وكذلك للعالميين تحمل عنوانا لجريمة حوثية منها الجرائم الاختطاف كما تحدثنا ومنها أيضا جراهم نهب المساعدات وكذلك الاعتقالات التعصفية بحق المواطنين هنا رأي الدكتورة عبد الفتاح صالح حول تقرير التقرير الذي صدر عبر خبراء في الأمم المتحدة اعتراف صريح من الأمم المتحدة من خلال التقرير لتقرير فريق الخبراء بأن ميليشيا الحوثي الإرهابية استغلت المخيمات الصيفية لنشر أدلوجيتها وممارسة الإرهاب ضد الشعب اليمني خلال فترة الهدنة وهذه أيضا واحدة من ضمن الجرائم اتخاذ المراكز الصيفية وتحويلها من أماكن للعلم إلى أماكن لإستغلال الأطفال والشباب والزج بهم في محارق الخوثي العبطية أصبحت المراكز الصيفية في عهد الحوثي أو حولت من المعنى الصحيح لإقامتها إلى المعنى الذي تريده جماعة الخوثي وهو كسب المقاتلين وأيضا الأطفال والشباب أصحاب العقول التي ما زالت نظيفة وتعمل على ترسها بمختلف الأفكار وأيضا المعتقدات الطائفية والحقد والانتقام للذهب بهم إلى الجبهات وهذا هو معروف من خلال ما ظهرت به خلال السنوات الماضية وخصوصا السنة الأخيرة ظهرت بأرقام خيالية للأطفال وأيضا الشباب الذين غرر بهم وزج بهم إلى الجبهات يعني كل عام يأتي والطرق تختلف وتزداد يزداد الحقد أكثر فأكثر من قبل هذه الجماعة الخوثية لسفك المزيد من الدماء اليمنية أيضا المشاهدين الكرام هنا تغريدة أخرى حول ذات الموضوع حول تجنيد الأطفال من قبل حسن غالب تحقيقات موسعة لفريق الخبراء في تجنيد الأطفال دون سن الخامسة عشرة واستخدامهم في الأعمال القتالية وتأكيد من مدى اتساع وتفشي تجنيد الحوثيين للصبية وذكر أنه لا يوجد حاليا أكثر أو أنه يوجد حاليا أكثر من 2 مليون طفل غير ملتاحقين بالمدارس لأسباب مختلفة أبرزها التجنيد إذن الكثير من الطلاب باتوا خارج مدارسهم وحسب تغريدة حسن غالب أصبح كل همهم هو الذهاب إلى الجبهات والذهاب مع الحوثيين أصبحت المدارس آخر هموم الطلبة الذين يفرون منها بالعشرات يفرون منها نتيجة للتغرير الحوثي الجماعة الحوثية تسخر من قياداتها وتسخر أيضا من عناصرها ومن مشرفيها للانتشار وتوزيعهم على مختلف المدارس سواء في صنعة وربما أنه صنعة أكثر مكان لهذا العمل الحوثي الإجرامي البخت ومن ثم يعملون على استقطاب الأطفال ويعملون على استقطاب الشباب والتغرير بهم تأتي عملية إدخالهم في دورات ثقافية وقتالية ربما إن وجدت وأيضا بعدها يذهبون أو يزجون بهم إلى المحرقة وإلى المهلكة وإلى مختلف الجبهات يتم توزيعهم سرعان ما يعني تنقضي فقط أيام ويعودون جثثا هامدة إلى أهالهم أيضا مشاهدين الكرام في ذات الموضوع وهنا ربما أنه حصائية لمكتب حقوق الإنسان في محافظة مارب عن الأطفال واستشهاد الأطفال وإصابتهم في محافظة مارب منذ العام 2015 إلى يومنا هذا تغريدة لعبدالله المنصوري تقرير مكتب حقوق الإنسان في مارب يكشف عن استشهاد وإصابة ألف وثمانية وعشرين طفل في مارب سقطوا بسبب القذائف والصواريخ الباليستية والألغام المزروعة في مارب أما علي البكلي فأيضا غرد وقال لم يعرف اليمنيون في تاريخهم الذي يطاول سبعة آلاف عام ميليشيا إرهابية إجرامية جاهلة تدمر الوطن وتمحو الدولة وتبيد الشعب وتحاصر المدن وتجرف الهوية وتمزق النسيج الاجتماعي وتنهب المواطن وتسحق المجتمع وتدمر الحاضر والمستقبل كميليشيا الحوتية أما بالنسبة لعنيد الذاهبي فأدرج تغريد على حائطه في موقع تويتر وقال ما نشرته الأمم المتحدة في تقريرها الذي يثبت أن الخوثي الإرهابي لا يعرف معنى السلام وأنه لم ولن ينفذ أي اتفاقية مثل ستوكولم الذي يرفض تنفيذها ما وإلا ذر للرماد على العيون لتجميل صورتها الخبيثة وإظهار نفسها كطرف محايد والحقيقة أنها تدعم الإرهاب الخوثي إذن هذا واحد من الأراء التي جعل من هذا التمدد الخوثي وهذه العنجهية وسفك المزيد من الدماء أرجع السبب في ذلك إلى أنه أعطيت الجماعة الخوثية الضوء الأخضر من قبل المجتمع الدولي وأيضا الأمم المتحدة ربما على وجه التحديد لممارسة هذا الجرم وممارستها به الأعمال التي انتقمت من الشجر والحجر في بلادنا قبل حتى البشر أيضا مشاهدنا الكرام أركان أنعم تحدث حول جرائم الخوثي بشكل عام وقال جرائم وانتهاكات خوثية بحق الشعب اليمني لا يمكن أن تحصها مئات التقارير فجرائم الخوثية على مدار الساعة من قتل ونهب واعتقال وابتزاز وتجنيد للأطفال وزراعة للألغام واعتداء على النساء واستيلاء على ممتلكات العامة والخاصة أيضا عبدالله الحميقاني غرد وقال الحوثيون جعلوا اليمن مزرعة لمزرعة موت كبيرة حصادها الأرواح أرواح المدريين إذن بالفعل مشاهدين الكرام خولت البلاد وخولت اليمن عبر ميليشيا الحوثي منذ العام 2014 تخديدا إلى يومنا هذا إلى حقل للألغام إلى مكان للرعب إلى مكان للموت أصبحت اليمن النقطة الموجودة في الكرة الأرضية تشكل رعبا لمن يتابع الأحداث ولمن أيضا يتابع اليمن عن كتب ومن يتابع أمور البلاد خارجيا حولت الجماعة الحوثية البلد الآمن والبلد السعيد والبلد الذي كان يزخر بالأمن والاستقرار والمحبة والديمقراطية والتعددية السياسية البلد الذي كان لديه مؤسسات والبلد الذي كان لديه جيش والبلد الذي كان المواطن نفسه يفخر بوطنية وبانتماء لهذا البلد أصبح هذا المكان يمثل رعبا للناس الموجودين حول العالم أصبح اليمن يعبر عنها بأنها البلد الذي يوجد فيها الموت البلد المخاطى بالموت نتيجة للحقد القوتي الذي سعت من خلاله الميليشيا منذ العام 2014 إلى يومنا هذا وهي تمارس جرائم متعددة بحق الإنسانية إذن هكذا عبر الكثير من الناشطين عن هذا الموضوع وعن اليمن بشكل عام التي حولتها الجماعة إلى مكان للموت أيضا مشاهدين الكرام سننتقل إلى موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ونستعرض بعضا من المنشورات التي تحدثت حول ذات الموضوع عن الهاشتاغ هاشتاغ الأمم المتحدة تفضح الخوثي وعن جرائم الخوثية المتعددة أيضا زين العابدين الشاعر زين العابدين الضبيبي تحدث وقال هذا هو الخطر الحقيقي والجرائم التي ينبغي أن نثور ضدها وهذا هو الخطر الذي يتهدد حاضرنا ومستقبلنا والتوعية بمخاطره أهم بكثير من أي قضايا جانبية نستغل منابرنا لإشعالها وشغل الرأي العام بها هذا هو الخطر الحقيقي الذي سيجرف الأرض والإنسان والدين يا مشائخنا الأفاضل حفظكم الله الخطر الذي يتمدد لأنه لم يجد الحجة والمنطق القادر على هدم أركانه الهشة لأننا مشغولون بأشياء جانبية وفعاليات مكتب الثقافة مشاهدين الكرام أيضا هنا تغريدتين لعادل النزيلي وأيضا العميد الركن محمد الكوميم سنختتم بهم هذه الحلقة التغريدتان تحدثتا خول الهاشتاغ الذي ما زال إلى حد اللحظة يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة الأمم المتحدة تفضح الحوثي والعديد من الناشطين والإعلامين جعلوا من هذا الهاشتاغ وسيلة لإبراز جرائم الخوثي وإضاح الحقيقة الكاملة عن هذه الجماعة وإضاح جرائم ميليشيا الخوثي بعدة تغريدات عرضناها في هذه الحلقة وحتى في حلقة سارقة إذن عادل النزيلي تحدث عن هذا الموضوع وقال تقرير خبراء الأمم المتحدة خول جرائم الخوثيين يدعو العالم للاتفاة إلى الكتلة السكانية بمناطق سيطرة ميليشيا تمارس عليهم أسوأ الجرائم والانتهاكات بلا قانون أو رقابة وإصرار على أن لا سلام بدون عودة مؤسسات الدولة للعاصمة التي تحفظ كرامة المواطن وحقوقها أيضا مشاهدين الكرام العميد روحي محمد الكمام إذن غرد وقال تقرير خبراء الأمم المتحدة كشف بالدليل كل جرائم وانتهاكات المحتل الحوثي إيراني بحق الشعب اليمني وبما يقارب 90% من تفاصيله ومع هذا ترى تعامل الأمم المتحدة معه بتساهل كبير وانحياز للحوثيين وهو من عكس على أداء مبعوثها إلى اليمن إذن هذه الآرام مشاهدين الكرام هي ناتجة عن استناد أصحابها لعدة أحداث جرت خلال الأيام وربما السنوات الماضية العديد من الاتفاقات والعديد من المباحثات والعديد أيضا من المشاورات التي جرت مع ميليشيا الحوثي لكنها سرعا ما تتخذ منها الجماعة وسيلة للقتل والسفك والاستهداف اليمنيين بشكل عام هذا ما جعل الناس يعبرون عن آرائهم التي تحدثوا فيها على أن الأمم المتحدة هي من تعطي الضوء الأخضر لهذه الميليشيا لممارستها كذا جرائم هي من تعطي الضوء الأخضر من خلال المباحثات التي تعمل على الإشراف عليها ومن ذلك الاتفاق ستوكولم الذي كما يعلم الجميع تم اتخاذه وسيلة لاستهداف المدنيين وسيلة أيضا لمنع القوات المشتركة من تحرير مدينة الخديدة ومينائها تخذ أيضا وسيلة للتمدد أكثر من قبل الميليشيا الخوثية في الكثير من المناطق والتي سبق وأنحررت من الميليشيا ذاتها لهذه التغريدة مشاهدين الكرام نكون قد وصلنا إلى ختم تغريداتنا لهذا اليوم وأراء العديد من الناشطين الذين تحدثوا عن هذا الموضوع موضوع فضح الأمم المتحدة تفضح الحوثية الهاشتاغ الذي انتشره بشكل كبير في مواقع التواصل خلال اليومين الماضيين سنتابع فيديو قصر منتشر أيضا مشاهدينا على مختلف منصات التواصل الاجتماعي اختاره لحضراتكم طاقا فريق العمل من ثم نعود لتوديعكم تكرما ابقوا معنا في محاكمة هي الأشهر من نوعها على مر التاريخ استطاعت أن تجذب اهتمام الملايين حول العالم وتسلط الضوء على نجم هوليوود المفضل الملقب بالحرب دوني دايب كان هناك بعض الخسائر بخلاف المكاسب الكبرى التي توقعها الكثيرين بعد إعلان الحكم في القضية من المعروف أنه في حالة الحرب والخلافات يكون هناك مكاسب وغنائم لكن ماذا عن الخسائر؟ ما حجم الخسائر التي يتوقعها كل طرف وهل حسبوا حسابها منذ البداية؟ وفي هذه المحاكمة العلنية التي حدثت على مرأة ومسمع من الجميع دعونا نخبركم في هذا الفيديو يبدو أنه بخلاف أفلام ديازني الكرتونية التي تنتهي على الدوام نهاية سعيدة إلا أن النطق بالحكم في قضية جون داب وأمبر هيرد لن يكون سعيدا بالكامل فهذه القضية لا يوجد بها رابح أو خاسر كلا الطرفين مذنبان بطريقة ما وكلا الطرفين خاسر حسب ما أوضح أحد الصحفيين وأن الطرف الوحيد المستفيد من هذه القضية هي فرق الدفاع عن الطرفين وأضف بعض المعلقين أن كل الطرفين يعانيان من عدم استقرار وظيفي ومهني ويبدو أن المحاكمة أضرت بهما أكثر من نفعيهما ولكن هل يمكن الاستفادة من بعض هذه الأضرار من أجل تحقيق مكاسب مستقبلية؟ دعونا نعود نظرة سريعة على بداية المشكلة حيث كتبت أمبر هيرد مقالا بعد تراقها من جوني داب أخيرا في عام 2017 صدر المقال في جزيرة يوزويك في عام 2018 وأوضحت أمبر في أنها سعيدة كونها نجت بحياتها من العنف المنزلي الذي تعرضت له ولكي تثبت صحة موقفها أكثر تمادت أمبر هيرد ورفعت على طريقها قضية تطالب بتعويض مالي قدره 100 مليون دولار قبل أن يستوعب جوني داب ما كتب في المقال أعلنت شركة ديزني لإنتاج الأفلام أنها قامت بإلقاء تعقودها مع جوني داب لتصوير الجزء السادس من فيلم قراصنة الكاريبي وبلغت تكلفة العقد 22 مليون فاصل 5 دولار وأعلنت ديزني أن السبب في موقفها هو مقال أمبر هيرد المنشور في الصحيفة ولكن خسائر جوني الحقيقية كانت أكبر من ذلك فقد خسر جوني أيضا ما يقارب 40 مليون دولار بسبب خسارته لعقود الدعاية والإعلان بالإضافة إلى تعقوده مع شركة ديزني وهو الأمر الذي جعل جوني داب يصريح برفض التعاون مع الشركة مجددا في حال كسب القضية حتى لو دفعت الشركة مليون حيوان إلكا باهظة الثمن لكي يعود لجسيد دوره في سلسلة أفلام هي الأشهر والأكثر نجاحا من نوعها في المقابل رفع جوني داب قضية ضد طليقته مطالبا فيها بتعويض 50 مليون دولار جاء الرقم كبيرا ولا يمصدق البعض أن خسائره بسبب المقال وصلت إلى هذا الحد ولكن الرقم كان حقيقيا فدايب خسر 40 مليون بالفعل وبإضافة 7 ملايين دفعهم لفريق المحامين الخاص به فيكون إجمال المبلغ 47 مليون دولار وأخيرا جاء الحكم لصالح جوني داب في قضية التشهير به وتغريم طليقته مبلغ 15 مليون دولار تعويضا له ولكن داب في الحقيقة لن يحصل على المبلغ أصلا حيث وجدت المحكمة أن جوني داب كان يدفع ما يساوي 7 ملايين دولار على فريق الدفاع الخاص به بينما كان فريق دفاع أمبر هيرد يتقضى 5 ملايين دولار وهو ما يعني أن هذا التعويض البالغ قيمته 15 مليون دولار هو تغريم لأمبر هيرد لمصرف القضية وأتعاب المحامات فقط مما يعني أن هذه القضية لا رابح فيها فعلا فهيرد تبلغ ثروتها 8 مليون دولار فقط وهو ما سيجعلها مدينة ببقية المبلغ المطلوب منها بالإضافة إلى خسارتها لأعمالها الفنية القادمة واحتمالات تعرضها للسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات بسبب تزوير شهادتها في أستراليا بينما رابح جوني معنويا ونفسيا وتلقى حملة دعم كبيرة من الجمهور المحبية بالإضافة إلى الانتشار الواسع الذي حققه على صفحات التواصل الاجتماعي ويذكر أن فيلم ساتي أفليز من بطولة الداب قد ظهر مؤخرا في دور السينما كما أعلن الممثل كذلك عن فيلم آخر بعنوان كراكوف جولد والذي من المتوقع أن يعرض في دور السينما في أوائل ديسمبر القادم كما أعلنت شركة وارنر بريزرس مؤخرا أنها قبلت استقالة توبي أمريش في أعقاب فوز جوني داب بالقضية وتوبي هو الشخص الذي أجبر جوني داب عن التخلي عن دوره في فيلم فانتاستيك بيستس بسبب تشهير أمبر هيرد لا ربما يكون المستقبل لا يزال مفتوحا أمام جوني داب بنجاحات جديدة وربما تصدق مقولة النجم بأن الأفضل لم يأتي بعد إذن بهذا مشاهدين الكرام مشاهداتنا نصل بحضراتكم إلى ختام هذه الحلقة اليوم من هذا بإذن الله تعالى لنا لقاء قادم ومتجدد خلال حلقة قادمة أترككم في رعاية الله وذمتم مدام الوطن سالما معافى في رعاية الله اشتركوا في القناة